اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تصميم الهوية التجارية على برنامج وورد طبعا في هذه المحاضرة رح نشرح موضوع مهم من الهوية التجارية ألا وهو الأختام والأختام من حسن الحظ ما بها قاعدة ثابتة بالتصميم يعني ممكن تكون دائرية ممكن مربعة ممكن استوانية وطبعا ممكن أن تكون صغيرة أو كبيرة ما بها أي قاعدة ممكن تكون عبارة عن كلمة واحدة أو كلمتين ممكن تكون عبارة عن نقشة أو زخرفة أو مجموعة من الزخارف طيب رح نشرح تصميم احترافي لأختام وطبعا بإمكانكم أن تفهمون الفكرة وتصممون الفكرة اللي يبقى لكم رح نعمل ختم لمنصة عالم بها الاحترافية ورح يكون هذا الختم دائري ورح نجمع ما بين الشعار والنصوص والزخارف ورح نصنع الزخارف من الصفر بواسطة برنامج وورد زخارف بسيطة وهندسية ممكن تكون احترافية بها الأختام طبعا بالبداية نروح على قائمة إدراج ونضيف دائرة شكل دائرة نحرص على أن نضغط شفت أن تكون الدائرة منتظمة يعني مو دائرة بيضوية الآن من تعبئة الشكل رح يكون بلا تعبئة ممتاز الآن من إدراج أشكال رح نضيف هذه الشكل اللي هو شكل مستطيل وطبعا من تعبئة الشكل بلا تعبئة نحدد هذا الشكل وطبعا نكبر العرض نكبره كثيرا وطبعا نضغط الشكل إلى الأعلى بهذه الطريقة كليك أيمن وتحرير النقاط كليك أيمن بهذه المنطقة رح نضيف نقطة وكليك أيمن بهذه المنطقة رح نضيف نقطة الآن هذه النقطة نضغط عليها كليك أيمن ورح نختار فتح مسار وأيضا هذه النقطة نضغط عليها كليك أيمن ورح نختار فتح مسار أو ممكن هذه النقطة نضغط عليها كليك وحذف نقطة الآن هذا المسار رح نصعد إلى الأعلى وراح يكون بهذه المنطقة ممكن يصل إلى هذه المنطقة وممكن يصل إلى هذه المنطقة ممتاز نصغر العرض قليلا طبعا هذا الشكل راح يكون هو أساس للزخرفة طبعا نصغره ممكن يكون بهذه الطريقة وطبعا لا بأس أنه أكليك أيمن تحرير النقاط هذه النقاط نقربها على بعض قليلا بهذه الطريقة جيد الآن هذا الشكل راح نخليه بهذه المنطقة بمسافة قليلة نستنسخه بالكونترول وطبعا نحرص أنه هذا الشكل ندوره بحيث يكون على نفس المسافة مع القوس ممتاز ممتاز الآن هذا الجزء راح نستنسخه نسخ لصق جيد وطبعا راح نخليه بهذه المنطقة وطبعا ندوره بهذا الشكل بحيث يكون بنفس المسافة هذه وبنفس التدوير طبعا تقريبا بهذه الطريقة ممكن أعتقد أنه يروح على اليسار قليلا جيد الآن راح نحدد هذه الأشكال الثلاثة الشكل الأول والشكل الثاني شفت أو كونترول والشكل الثالث وطبعا نضغط كليك أيمن تجميع الآن نسخ لصق راح ندور هذه الأشكال بهذه الطريقة بحيث تتناسق مع القوس بهذه الطريقة طبعا نحدد هذا الجزء وهذا الجزء أيضا راح نجمعهن تجميع وطبعا راح نستنسخ هذا القوس وطبعا راح ندوره بهذه الطريقة بحيث يتناسق مع القوس يعني ممكن بهذه الطريقة ممتاز جيد الآن هذا الجزء مع هذا الجزء راح نجمعهن كليك أيمن تجميع صار عندنا جزء واحد هذا الجزء راح نستنسخ وطبعا راح ندوره بهذه الطريقة راح نخليه بالأسفل ممتاز جدا الآن عدنا بهذه المنطقة لازم نضيف جزء طبعا نقدر هذا الجزء كليك أيمن عليه تجميع فك التجميع وأيضا هذا الجزء تجميع فك التجميع صار عندنا هذا الجزء أيضا هذا الجزء تجميع فك التجميع التجميع صار عندنا أجزاء صغيرة طبعا بإمكاننا نستنسخ هذا الجزء من كونترول وطبعا نضيفه بهذه المنطقة وأيضا بإمكاننا شوي نطول المساحة حتى يتناسق يكون بنفس المساحة جيد الآن راح نضيف أجزاء مثلا نستنسخ هذه الأجزاء طبعا نضغط كونترول ونصفطهم بهذه المنطقة طبعا ممكن يكون هي شي وأيضا هذا الجزء يكون بهذه المنطقة جيد الآن هنا ممكن نخلي جزئين إذا المساحة تكفي وممكن جزء واحد وطبعا نصف يعني جزء آخر يكون قصير ممكن هذا الجزء ندوره طبعا في حال لو التدوير ما رهما عندنا من تنسيق قدنا هنا استدارة نضغط عليها خيارات الاستدارة وطبعا هنا بهذه الزاوية طبعا ممكن 92 ممكن بالعكس استدارة خيارات الاستدارة يعني ممكن أقل يصير 85 80 ممكن أقل ممكن خيارات الاستدارة ممكن 75 ممتاز طبعا طبعا نستنسخ هذا الجزء وطبعا راح نقلل بها العرض حتى يكفي بهذه المنطقة طبعا نحاول أنه نخليه بهذه المنطقة ولو يحتاج تدوير طبعا من تنسيق هنا عدنا استدارة خيارات الاستدارة طبعا 75 ممكن يكون 65 ممتاز فقط أنه يحتاج نوسع بالارتفاع لابد أن يكون بنفس الارتفاع ممتاز لآن أصبح عدنا هذا التصميم فقط هنا عدنا فد مشكلة هذا الجزء لازم يصعد وهذا الجزء أيضا يصعد أيضا هذا الجزء يصعد جيد الآن الآن سنضيف دائرة طبعا ممكن هنا هذا الجزء click amen وتجميع فك التجميع أيضا تجميع فك التجميع فقط هذا الجزء يحتاج لإستدارة وطبعا ينزل بهذه المنطقة ممكن تجميع فك التجميع هنا ممكن هذا الجزء يجي بهذه المنطقة طيب الآن أصبح عدنا هذا الشكل طبعا نجي على إدراج أشكالي أما هذه الدائرة الكبيرة نستنسخها بهذه المنطقة وطبعا راح نصغرها راح نخليها هنا بالمنتصف تكبر قليلا قبل ما نكبرها من تنسيق المخطط التفصيلي راح نختار اسمك شي وراح نصغرها طبعا ممكن تكبر أكثر بهذه المنطقة الآن بإمكاننا نكبرها أكثر طبعا من الوزن خطوط الوزن الإضافية ممكن ستة ممكن نصير ثمانية أو لا بأس عشرة ثمانية جيدة الآن راح نستنسخ هذه الدائرة بهذه المنطقة وطبعا راح نعطيها لون أخف أولا عفوا وزن أخف من الوزن نختار مثلا هذا الوزن ثمانية راح نعطيها شرط لهو نوع دائري وطبعا في حال هاي القاملة ومظاهرة هنا أنا ممكن نكليك أيمن تنسيق الشكل هنا نجي إلى نوع الخط ونوع شكل الخط هنا راح يكون دائري يكون أجمل طبعا راح نعطيها لون أبيض المخطط التفصيلي أبيض بهذا الشكل تكون أجمل الزخرة جيد الآن من إدراج مربع نص رسم مربع نص طبعا ممكن من الصفحة الرئيسية نختار التجاه عربي ورح نكتب منصة عالم بها الاحترافي راح أغير الفونت إلى مثلا الجزيرة بولد وطبعا من تنسيق مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي والتعبئة بلا تعبئة راح أخلي هذا الشكل بهذه المنطقة ومن الصفحة الرئيسية راح أعطي المحاذات إلى الوسط ومن تنسيق راح أرجع تأثيرات النص تحويل وراح أختار هذا القوس طبعا ممكن أنه هذا الجزء يكون إلى الأسفل ويكبر النص ممكن بهذه الطريقة يكون وطبعا ممكن ينمد إلى يسار واليمين بهذه الطريقة وممكن يكون هنا طبعا لا بأس أن يرتفع إلى الأعلى حتى يكون القوس أجمل جيد الآن من إدراج الصور راح أضيف الشعار طبعا هذا الشعار من تنسيق اللون راح أختار مثلا هذا اللون أو هذا اللون لا بأس به الآن نكليك أيمن على الشعار التفاف النص ورح يكون أمام النص راح يكون الشعار بهذه المنطقة مع تصغير الشعار مثلا بهذا الشكل طبعا هذا اللون أو النص راح يكون لونه مثلا أزرق بهذا الشكل طبعا ممكن نحدد كل اللون كونترول A ونختار لون مثلا نختار هذا اللون أو ممكن هذا اللون جيد الآن راح أضيف إحنانا بالأسفل اللغة الإنجليزية طبعا راح أستنسخ النص بهذه الطريقة راح أبعده إلى اليسار ورح أترجم النص الآن هذا النص كونترول V راح أغير الفونت مثلا راح أختار فونت Arial وطبعا راح أخلي بهذه المنطقة فقط من تنسيق تأثيرات الناس تحويل راح أخلي القوس بالمقلوب العكس راح أخلي بهذه المنطقة طبعا ممكن نصغر بهذه الطريقة جيد الآن أصبح عدنا شعار جميل فقط هذه ممكن تصعد إلى الأعلى عفوا طبعا فقط نحدد النص اللي بالأعلى وطبعا ممكن يصعد أو ممكن بالأسفل ينزل إلى أن يكون أجمل طبعا راح نغير اللون إلى اللون الأسود طبعا من الصفحة الرئيسية تحديد جزء التحديد راح نحدد مربع النص وطبعا راح نختار اللون الأسود والصورة راح نحددها ومن تنسيق اللون راح نختار الرمادي ممكن هذا الرمادي أو هذا وأيضا مربع النص الآخر أيضا راح يكون بنفس اللون وبقية الأشكار راح نحددها إلى الأسفل كلها مع الشفت طبعا نضغط شفت أو كونترول ونحدد كل هاي الأجزاء وطبعا من تنسيق المخطط التفصيلي راح نختار أسود جيد بقعدنا هذا الشكل وهذا الشكل أيضا أسود فقط أنه الشكل اللي أبو النقطة هذا الشكل النقاط نحدده وهذا الشكل فقط يكون أبيض جيد الآن أصبح عدنا شعار جميل وأيضا ممكن هذا الجزء اللي بالأخير دائرة ممكن تكون سميكة جيد ولا بأس أنه الأجزاء اللي بالأسفل أيضا تكون سميكة طبعا ممكن نضغط مع الشفت أو كونترول نحدد البقية كلهن وهذه المجموعة المجموعة الأخرى وطبعا نكمل التحديد كلها هذه المستطيلات كلها تتحدد ومن المخطط التفصيلي الوزن ممكن نختار وزن أسمك ممكن هذا الوزن جميل وممكن دائرة رئيسية هذه ممكن تكبر بالشفت طبعا ممكن تكبر بهذه المنطقة وبهذا الشكل اللاهظة أن أصبح عندنا ختم جميل وأحترافي بنفس الوقت إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة ومفيدة وأحترافية نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى